وإلى بغداد حيث سخونة الأجواء السياسية في أعلى درجاتها كشفت مصادر سياسية مطلعة عن اتصالات ومشاورات واسعة يجريها قادة الكتل المؤيدة للبيت السياسي الشيعي لعقد جلسة اعتيادية يسمونها جس النبض منتصف الأسبوع المقبل مواضحين أن الجلسة ستكون اعتيادية لكنها مدخل الجلسة الحاسمة لانتخاب رئيسي الجمهورية والوزراء وتتحدث المصادر عن استعجال الخطة لانعقاد الجلسة قبل النظر بدعوى عودة نواب التيار الصدرية وأن يكون نصابها اعتيادي بعد تأكيدات بوصول نواب الإطار التنسيقي إلى 180 بانتظار حصم السنة والكرد موقفهم من جلسة الحصم النهائية ولا تستبعد المصادر وجود موانع سياسية وشخصية في محاولات تأجيل انعقاد الجلسة خارج مظلة النصابة حيث يخشى البعض من انهيار تحالفات أو مواقع ضمن إشكالية التنافس على المناصب وأيضا مناطقية النفوذ الجديدة وتؤكد المصادر حضور الإطار بكافة أجنيحاته والاتحاد الوطني الكردستاني وتحالف العزم السني وتحالف العراق المستقبل بأغلبية أعضائه وقد تنضم كتل امتداد وإشراقة كانون ومستقلون